مرحبا براتيكم العافية معاكم الشيف سلام الدقاء من مطعم بيت مريم رح نعملكم اليوم هيك وصلة أزيزة اللي هي فتت لنسخن أنا هيك ألفتها من عندي بتكون مين بصل وزيت زيتون ثم ماء جاج وخبز الطابون الأصلي هلأ قدامكم بصل مفروم بدنا نحطه بالقلاي وبدنا نحط عليه رشة ملحة صغيرة رشة فلفل أسود صغيرة ورشة قرفة صغيرة بنخلتهم مع بعض بنحط عليهم شويات ماء بنحطهم على النار لتترى البصلة وتصير صوفت بطرية بنحط له شو السماء قبل زيت الزيتون عشان إذا حطينا الزيت قبل ما بياخد البصل لون السماء بنحط معلقتين الصماء على البصل هاي الطبخة بتذكرني كتير طبعا بأمي اللي علمتني أول إشي وعلمتني شغلة أني أنا لازم أطبخ بحب إذا ما طبخت بحب بالأكل ما هيطلع طير بنحط عليه زيت زيتون بنرجع من غليهم على النار غلوة لينخلطوا مع بعض وبيصير تقريبا البصل متجانس مع الزيت والسماء هلأ بننضيف عليه الجاج جاجة مسلوقة مشهول عنها الجلد مخلية من العظم من فرفتهم بهذا الشكل هذا ومنضيفهم على الحشوة خلطنا هلأ البصل مع الجاج الفتة كمان شو بنحتاج لها؟ معلقت الحينة، ثوم، لبن نخلطها مع بعض ونضيف عليهم رشة ملح وعصرة ليمون ودائما نستعملوا لمون لأنه في بعض الناس بتستعمل ملح الليمون ملح ليمون مش طيب أبداً بنحرقهم مع بعض ليتجانس الخليط كله مع بعضه بنحط الجاج حاولوا ما تخلوا الزيت ينزل معه يعني عشان تكون أخف شوي هي لأنها قردي تقيلة واللبن اللي متوام أحسن تخلطوه بالميكسر عشان يطلع صوفت وما يطلع فيلي خبيضات صغيرة هلأ منزينها برشة سماء بعدين الخبز المألي بعدين نحط عليها لوس منرش شوية بعض ونس والله ولادي كثير بحبوها زوجي بحبها كمان وأنا بحبها ترجمة نانسي قنقر